موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحامل لواء الحمد في يوم الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة المؤمنون من المشاهدين والمشاهدات الكرام حياكم الله جميعا أجمل تحية وطبتم وطاب هذا المجلس المبارك الذي يجمعنا مع حضراتكم عبر هذا الأثير المبارك وهذه القناة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليها وأن يرزقهم كل خير وهم ينشرون سماحة الإسلام ويسرة عاليمه وقد بينا في لقاءاتنا السابقة كيف أن هذا الدين قائم على رفع الحرج وعدم إلزام الناس فوق ما يطيقون وأنه دين لن يشاده أحد ولن يقف أمامه بمنطق التشديد وأخذ الناس بالشبهات والظن إلا وقف في وجهه لأن الأصل فيه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لأن الأصل فيه وما جعل عليكم في الدين من حرج لأن الأصل فيه إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه لأن الأصل فيه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين لأن الأصل فيه إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ما قلته لحضراتكم إخوة الإيمان هي مبادئ الإسلام هي شرائع الإسلام هي نصوص القرآن وما قاله سيد الإسلام صلى الله عليه وسلم إنها مبادئ سارت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ البداية منذ بداية الدعوة في فترات الضعف وفي فترات القوة هل تتصورون مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطائف تعرفون قصة الطائف كيف أنه خرج صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدعو الناس إلى دين الله فقابلوه بإيذاء وشتم وسب حتى سال الدم الشريف منه صلى الله عليه وسلم قذفوه بالحجارة في هذا الموقف كيف تتصور إنسانا مقهور مضروض مطرود من بلد ما يأتيه من يقول له إن شئت انتقمت لك منهم إن شئت أطبقت عليهم الجبال كيف يكون الموقف ما هو الرد الطبيعي ما هو الطبيعي في مثل هذه الأمور إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي بعث رحمة للعالمين هذا الذي قال عنه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا الذي لين الله قلبه فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر هذا النبي في هذا الموقف صلوات ربي وسلامه عليه الذي رفع فيه أكف الضراعة إلى الله يشكو يشكو فيقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخر دعائه صلى الله عليه وسلم عندها ينزل ملك الجبال مع جبريل عليه السلام مستأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين جبلين يحيطاني بالمنطقة فيعلن رسول الله أنه إنما بعث رحمة إنما هو السمح الطيب الميسر صلى الله عليه وسلم فيقول دعهم فلعل الله يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبالفعل يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكون من نسل هؤلاء محمد الثقافي ذاك الذي فتح بلاد الهند والسند وبلاد ما وراء النقر الله أكبر سماحة ويسر ورحمة من رسول الله في موقف ضعف وفي موقف قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفتح مكة بعد أن فعل به أهل مكة ما فعلوا بعد أن قتلوا أصحابه بعد أن آذوه في نفسه وماله ومال أصحابه وأنفسهم وفعلوا ما فعلوا معه صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين يقول وقد دخل مكة منتصرا فاتحا لا تظنون أني فاعل بكم فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم هم في موقف ضعف شديد والسيوف فوق رقابهم والمسلمون يحتلون أرجاء مكة فينظر إليهم ويقول عفى الله عنكم لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء الله أكبر هذا ديننا وهذا إسلامنا الذي نعلنه للدنيا كلها أنه دين لا يشدد على الناس أنه دين الحب والجمال والعفو والصفح والإكرام وصلة الأرحام في رقاءاتنا القادمة إخوة الإيمان وفي حلقاتنا المتتالية عبر هذا البرنامج الذي يجمعنا نحدثكم عن الحب في الإسلام نحدثكم عن الجمال وقيمه في الإسلام نحدثكم عن العفو والرفق والصفح في الإسلام إنه ديننا هي مبادئنا إن هذا الدين إخوة الإيمان لن يشاده أحد إلا غلبه إن هذا الدين من مبادئه إذا ضاق الأمر اتسع يعني إذا ضاقت عليك الأمور فإن الشريعة توسع عليك أنت في وسط الصحراء لا تجد ماء تريد أن تتوضأ لا مانع تيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا ما وجدت أكلا ما وجدت شربا وأمامك ميتة مع أنه الإسلام يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك محرمات في الإسلام ماذا؟ محرمات لكن هذه المحرمات تباح في وقت الضرورة إلا ما اضطررتم إليه إلا ما اضطررتم إليه ما جعل عليكم في الدين من حرج أي دين هذا؟ أي دين هذا الذي يدرأ الحد بالشبهة؟ سيقام الحد على إنسان فتأتي شبهة تنفي التهمة عن هذا فيدرأ عنه الحد ويمنع عنه الحد أي دين هذا الذي لا يزول فيه اليقين بالشك؟ بمعنى أنني لا أستطيع أن أحكم على إنسان بالكفر بمجرد شك ما دام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا من قلبه وخالصا من قلبه لا تستطيع أنت ولا غيرك ولا أجهزة العالم الراصدة أن ترصدها لأن هذا محله القلب فإن قال لك ذلك فقد عصم منك نفسه ودمه وماله ولا تستطيع أبداً ولا يسمح لك أبداً أن تعتدي عليه أو أن تأخذ ما ليس لك عنده هذه مبادئ ديننا هذا إسلامنا الذي نعلنه للدنيا كلها ونحن نشعر بالعزة والفخار أنه دين الإسلام الذي جاء ليكون الدين الخاتم والذي نزل على النبي الخاتم ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما أخوة الإيمان والإسلام في نهاية هذه الحلقة نعلن أن ديننا دين سماحة ويسر وأن منطق الغل والتشفي والانتقام والحقد وتكبير كل صغيرة ووضع المجاهر والعدسات المكبرة على الأمور الصغيرة لتكبر ليس من منهجنا وليس من ديننا إنما نقبل من الناس أن يعاملوننا كما نعاملهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي نعم إخوة الإيمان والإسلام إن منطق الانتقام من الناس والتشفي من الناس وجبر الناس على الأشياء ليس من منهج ديننا وليس من مبادئنا هذا إسلامنا الذي نعلنه للدنيا كلها ينطلق من ربانية هي أصله وشمولية في تعاليمه وعالمية في دعوته وتدرج في أحكامه ويسر وسماحة ورفع للحرج في تشريعاته هذا ديننا الذي ننادي به والذي نؤمن به والذي نعلن للدنيا أنه الدين الذي ارتباه الله للبشر وحتى يجمعنا لقاء آخر نصلي ونسلم على سيد البشر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى إسلامنا دين السلام دين السماحة والوئان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى